السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم في قناة أم محمد لتعلم اللغة الإيطالية درسنا لليوم سيكون حول أيام الأسبوع وشهور وفصول السنة وبعض القواعد المتعلقة بهم ثم في الأخير كالعادة فقرة اختبر نفسك ستي مانا يكم بوستا دستي جورني ستي مانا مش شقة من رقم سبعة ستي ستي مانا أيام الأسبوع باللغة الإيطالية هي لوني دي الاثنين مارتي دي الثلاثاء ميركولي دي الأربعاء جوفي دي الخميس فينر دي الجمعة سابة السبت دومانيكا الأحد لنردد معا لوني دي لوني دي مارتي دي مارتي دي ميركولي دي ميركولي دي جوفي دي جوفي دي فينر دي فينر دي فينر دي لاحظوا من الاثنين إلى الجمعة دا اللوني دي الفينر دي توجد إي أتشين تاتا عندما نجد هذا الحرف بمعنى أن نضغط عليه في النطق لوني دي دي سابة سابة دومانيكا دومانيكا معدم الأشخاص تعمل من الاثنين إلى الجمعة تسمى هذه الأيام اي جورني لابوراتيفي او اي جورني فريالي أيام العمل والسبت والأحد يسمى عطلة نهايز الأسبوع تسمى بالإيطالية لا فيني دي لا ستي معنا او الويكاند ويكاند اسم إنجليزي الآن لنرى كيف تكتب هذه الأسماء سيسكريفون توتي كل لاترة منوسكولا نقول اللوني دي وليس اللوني دي بأحرف كبيرة تكتب بأحرف صغيرة كل أيام الأسبوع هي أسماء مذكرة ما عدا يوم الأحد فهو اسم مؤنت نقول المارتدي اللي هي أداس التعريف تستعمل للمفرد المذكر المارتدي الجوفيدي لا دومينيكا لا أداس التعريف تستعمل للمفرد المؤنت سولو سابتو إلا دومينيكا أنو البلورالي فقط يوم السبت والأحد لديها الجمع نقول إل سابتو إسابتي لدومينيكا لدومينيكي ولي كي نسأل عن ما هو اليوم الذي نحن فيه نقول العبارتين كي جورنو أي عجي كي جورنو أي عجي أو إن كي جورنو ديلا ستة مانا سيامو عجي إن كي جورنو ديلا ستة مانا سيامو عجي الآن لننتقل إلى فقرة مهمة تتعلق بالقواعد التي تنطبق على أيام الأسبوع ثم ننتقل لنتعرف على شهور وفصول السنة الحالة الأولى إجورنو ديلا ستة مانا سيامو عجي كي سو 체دي كن ريجولاريتا بيمانا أيام الأسبوع تكون مسبقة بإداز التعرف إل بالنسبة للمفرد المذكر ولا بالنسبة للمفرد المؤنس دومينيكا في هذه الحالة ودى البريبوزيزيوني دي أو حرف الجر دي إذا كنا نتكلم عن شيء يحدث بانتظام باستمرار يعني الحدث يكون متكرر دي نرى أمثلة على ذلك إذا رأينا أيام الأسبوع مصبوقة ب هاتين الأداتين إما أدات التعريف أو حرف الجر دي فهذا يعني أن ذلك الشيء يتكرر باستمرار الحدث متكرر لنرى مثال آخر الميركوليدي أي الفينيردي فعدوين باليسترا الميركوليدي ركزوا في النطق دي أي الفينيردي فعدوين باليسترا الأربعاء والجمعة أذهبوا إلى صارس الألعاب الرياضية بمعنى كل يوم أربعاء وكل يوم جمعة أذهبوا إلى صارس الألعاب الرياضية الحدث لدي متكرر الحالة التانية سي بريما دل نوم دل جورنو چه لارتيكولو اندترمناتيو ان كوستو كازو لارتيكولو سينيفكا كوالسياسي جورنو ادا كان قبل يوم الاسبوع نجد اداس التنكير في هاده الحالة الادة التاني كوالسياسي جورنو اي يوم مثلا un مركولي دي كوالسياسي مركولي دي لنعرف متى اي يوم اربيه كوالسياسي مركولي دي مثلا ميزا الاخر un lunي دي ميسكريفرو القرسو دي talيانو كوالسياسي lunي دي ميسكريفرو القرسو دي talيانو بمعنى سوف اسجل يوم الاثنين في دورة اللغة الايطالية الحدث هنا غير متكرر سوف اسجل يوم اثنين واحد فقط لنعيد التسجيل مرات عديدة لذلك عندما نجد اداس التنكير قبل يوم الاسبوع فهذا يعني ان الحدث غير متكرر الحالة التالية والاخيرة كوني نومي دي جورني بيو فيشيني عدوجي نيل باساتو ونيل فوتورو لارتيكولون سيوزا بمعنى مع ايام الاسبوع الاقرب الى اليوم في الماضي او في المستقبل الادات لا تستعمل امتلا على دالك verro date سابato questo prossimo سابato بمعنى سأتي الي كهذا السبت ايو سبت السبت المقبل لا نحساج لدكر اي ادات من المسال تاني اب partito ميركولي بمعنى اب partito كويستو ميركولي دي لقد ذهب الاربعاء بمعنى الاربعاء الفائت الاربعاء الفائت مثلا قريب الى اليوم بذلك لا نستعمل اي ادات الان لننتقل لتعرف على شهور السنة الانو اي قم بوستو دا دو ديشي ميزي جننايو 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 febbraio febbraier marzo meris aprile abril maggio may may junio junio julio julio agosto osht septembre september octobre october novembri 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 dicembre dujenbir جنناer ceblo geon gennaio geon febbraio febbraio marzo marzo aprile aprile maggio maggio junio junio luglio كل شهور السنة هي اسمة مدكرة وليس لديها جمع لكي نقول مثلا هذه جملة خاطئة نستعمل عبارة بمعنى كل شهر غشت بالنسبة لشهور السنة نستعمل أداة التعريف بما أنهم كلهم مذكر نستعمل أداة التعريف فقط إذا كان قبل الشهر عدد ما مثلا الكواترو أبريلي البريمو مارتو لا نقول الأبريلي المارتو مفهوم؟ وبالنسبة لحرف الجر الذي يستعمل مع الشهور هو أ مثل أفبرايو أدى جوستو في شهر غشت نستعمل أد مثلا مثلا في إيطاليا تنتهي المدرسة في شهر يونيو الآن لننتقل إلى فصول السنة كما نعلم فصول السنة يوجد أربعة وهي الابريمو لا يمنع الأ созف الأسف читه فصلي السخيف الآтом الفصلي العريف الreamو listen لن نرسز هذا La primavera, l'estate, l'autonno, l'inverno, l'inverno. بالنسبة لفصول السنة نستعمل حرف الجر in مثال inestate le giornate sonopio luminosi في فصل الصيف تكون الأيام أكثر إشراقا. الآن لننتقل لفقرة اختبر نفسك سأعطيكم الأسئلة بالإيطالية ولن أترجمها بالعربية لأنها سهلة جدا وإن أردتم ترجمتها أكتب والي في التعليق ستجدونها في الصندوق الوصف أو في أول تعليق. بالنسبة لنسبة 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 لنسب Qual è l'ultimo giorno di lavoro della settimana? È il venerdì. Qual è il mese con meno giorni dell'anno? Molto bravo! Febbraio. Qual è il primo mese dell'anno? Gennaio. In quale mese c'è più caldo in Europa? Molto bravo! Agosto. Quale mese si trova alla fine dell'anno? Dicembre. Quale mese si celebra la festa della donna? Molto grandi! A marzo. In quale stagione c'è più freddo nell'anno? Molto bravo! In inverno. Usiamo la preposizione in. In quale stagione nascono i fiori? Molto bravo! In quale stagione cadono i fiori? In quale stagione cadono i fiori? Perfetto! In autunno. In quale stagione dell'anno fa più caldo? Molto bravo! Molto bravo! In estati! straddoli? Perfetto! Perfetto!